ان انا هشوف ان فعلا الدولة دي بتحمي التجارة الداخلية فيها والمستثمرين الداخلية وبالتالي هتحمي المستثمر الأجنبي طب انا خليني عشان احنا نركز كمان في نقطة رقم ثلاثة رح تتكلم عنها دلوقتي والتجربة المغربية اللي ذكرتها اللي بتطبق في دول كتيرة جدا بتحاول ان هي تجذب الاستثمار الأجنبي انا كدولة بسعى من سنتين من عام 2014 لحد النهاردة ان انا اجذب اكبر عدد من المستثمرين الأجانب عارفة المشاكل الموجودة عندي عارفة المعاوكات اللي ممكن يكونوا هم شايفينها وظهروا ليهم جدا وبيبحثوها كويس جدا قبل ما ييجوا هل انا بعمل على ازالة المعاوكات دي هل انا بتدي تغير في قانون الاستثمار هالخرب قانون الاستثمار الجديد اللي احنا يعني بننتظره من 2014 هل بحاول اعمل اصلاحات على القطاعات الاربع الرئيسية اللي هده اتكلمت عنها تشوفي حياتك الموضوع تقديم من محورين اساسيين زي ما حياتك تفضلتي ان هالقانون الاستثمار خرج اللي انتي منتظره واحنا منتظرينه من 2014 ولسه لم يخرج بعد لما اتعمل المؤتمر الاقتصادي اتعمل المؤتمر الاقتصادي وكان الطموح فيه ان انتي تعود مصر للبوصل الاستثماري وانا شاركت في اكتر من مؤتمر داعم للمؤتمر الاقتصادي وفي اكتر من اللقاء ترفيزيوني وكنا بنتكلم في بوينت واحدة اساسية الا وهي ان انا النهاردة ماينفعش اعمل ادعيتي ان انتي تيجي تستثماري عندي وانا مش مجهز لك حزم التشريعات النقطة التالتة دي هي مرتبطة بالنقطة الرابعة اللي انا كنت هتكلم فيها الا وهي ودي اهم نقطة موجودة للمستثماري الاجنبي ان تحترم الدولة تعاقداتها وتشريعتها يعني انا ماينفعش اجي النهاردة اتعامل معاك كدولة تقولي دي انا جيت مثلا خدت منطقة في الصحراء عملتها مدينة متكاملة بكافة الخدمات والمرافق وبعد كده تيجي تسحبي من المدينة لان المدينة دي كانت تشبه بعض الشبهات في ان كان حد في قطاع الحكومي في عنده نقطة فزدة فيها لا انتي لو عندك انتي مشكلة داخلية فدي تتعاملي انتي كدولة مع القطاع العام ولكن لا تتعاملي معايا وتخصريني كل الافورت او الجهد اللي انا بازلته في خلال الحكبة الزبنية اللي انا تواجدت فيه يبقى القوانين والتشريعات اللي عندك في مصر للأسف لم يحدث اي تغيير فيها مش من 2014 من 97 احنا كنا بالنادي ان يا جماعة قبل ما نقعد مع اي مستثمر او قبل ما نعمل برموتنج حتى للدولة يبقى فيه سياسة واضحة للمستثمر اللي جاي انا كمستثمر ان قوانين وتشريعات لسه الحكومة الوقتي بتبحثها بجدية ان في خلال الشهرين اللي جايين وسيدة الرئيس قالها في اخر خطاب له ان هو فعلا وهو بيتابع ده شخصيا وفيه لجنة بتابع ده ان القوانين وتشريعات هتسنف في خلال شهرين ونأمل ان ربنا يوفقهم وده يطلع للقطاع الاستثماري الحتة او النقطة المهمة في الفقرة دي ان المستثمر لما بيجي زي ما حياتك قلتي هو بيبقى جاي عارف الدولة فيها ايه المستثمر النهاردة ما بيبقاش عنده الخريطة الاستثمارية للدولة يعني انت كجمهورية مصر العربية عندك كل الموارد اللي تخليكي مش الدولة رقم 130 على مستوى الترتيب للدول العالم لأ انت ممكن تبقى زي ما تركيا عملت من 2002 ل2007 تركيا عملت ل2009 تركيا جات في سنة 2002 كانت الدولة متأخرة هو انا احنا نتكلم عليها على الجانب الاستثماري خدوا بلانز وخطط وعملوا خريطة استثمارية للدولة في خلال 6 سنين ايه اللي هيحصل احنا كمصر النهاردة نفتقر للمعلومة ليه ودي كانت فكرة ان احنا عملنا بوابة الكترونية بوابة اللي هو دليل مصر للأعمال دليل مصر للأعمال 2016-2017 و2017 معنا اه فكرة دليل مصر للأعمال احنا لما جينا احنا لنا يعني فيه مراكز اعلامية انا بترقصها في اكتر من دولة في العالم اه 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 تقديم البيانات هو اساس للسسمار لان الانفورميشن او الدياتابيز اللي بتخلي اي مستثمر زي ما حضرتك اتفضلتي انه هو بيبقى عارف الدولة دي منخها يناسبه ولا ما يناسبوش طيب انا النهاردة عشان اعمل اول حاجة عندي الفيزابيلة استادي او الدراسة السوقية للمنتجات بتاعتي كمستثمر مثلا في الريتيل انا مفيش عندي جهة حكومية في الدولة تقدم بوابة بيانية عن القطاعات الاقتصادية ومشتقطة فاحنا اول لما جينا في 2014 عملنا الدليل طبعا وانا عملته ده كجهد شخصي وقدمته في كافة المؤتمرات وللجهات الحكومية كتبرع مني او كمشروع منه مني بعمله لبلدي ان انا جمعت كل البيانات اللي موجودة للشركات والمصانع والمؤسسات اللي موجودة في الدولة دققنا على البيانات دي وفقا لفريق العمل الداخل ده كده اللي احنا بنشوفه دلوقتي التوزيع ده التوزيع الديستريبيوشن طبعا احنا التوزيع ما فيش اي رسوم في الدليل لانه هو بيتوزع مجاني وبيسلم مجاني دي توزيعه في مصر كالجمهورية مصر العربية كل محافظة احنا وصلنا بكام في المية من القطاع الاستثماري فيها والقطاع السكني ان احنا يعني اتشوفي حياتك عنديك مثلا في البحيرة في الشرقية احنا وصلنا للشركات والمصانع بالنسبة 3.8% من اصل 10% موجود في الاماكن السكنية بقينا اللي هي الاماكن اللي متواجد فيها الشخصيات العامة او الشخصيات الخاصة في القطاع الاستثماري بقى الدليل يروح لهم طيب التوزيع ده تم ازاي تم عن طريق احنا عندنا في مركز مصر الاعلام ان فيه فريق عمل طبعا كلهم فريش جراد الشباب لسه متخرجين ما عندهمش الخبرة في حاجة ولكن عندهم ايمان ان هما ممكن يقدموا حاجة لو وصلت فيهم وكان برضو ده ان سيد الرئيس كان عايز دعم عام الشباب وان يبقى فيه فرص ليهم مش لازم انه يكون عنده خبرة 3 سنين و5 سنين هم اللي عملوا ده وهما اللي خلونا ان احنا ننجح في المشروع ده احنا هنا وزعنا الدليل على جميع الغرف التجارية الموجودة في مصر ال 26 غرفة بحيث ان كل غرفة تجارية ودول الشباب ده فريق العمل في كل المؤتمرات والمعارض اللي حصلت في مصر في خلال السنتين الماضيين وجود الدليل كاكاونتر اساسي وموجود لكل الشركات الخارجية والشركات المحلية احنا عملنا كده اتحنا ايه ان احنا خدنا الجايد وعملنا البوابة الالكترونية وعملنا الموبايل ابليكيشن وجمعنا الشركات حطينا الشركات بتأسيمة القطاع ومشتقاته على الالفا بايد ان انا لو عندي القطاع الصناعي ده فيه كم مشتق للقطاع الصناعي القطاع العقاري فيه كم مشتق يعني ايه مشتق يعني القطاع الصناعي فيه الصناعات البيترو كيميكال فيه الصناعات الكيميائية فيه الغاز والنفط وكل مشتاق له يعني صنفنا للمستثمر المعلومة بشكل professional وقدمناها باللغة العربية واللغة الإنجليزية بعد ما عملنا كده ووزعنا ده كله داخل مصر وبعد ما عملنا الـ Expandation Lines بتاعتنا داخل الـ Conferences والـ Events اللي موجودة طلعنا برا مصر عن طريق جمعيات رجال الأعمال اللي فيها جاين فينجر مع مصر جمعيات رجال الأعمال مثلا الصينية المصرية الإماراتية المصرية سلمناهم عن طريق المركز عندنا النسخ الخاصة بيهم وهم بقوا يوزعوه لرجال الأعمال بلس ان احنا حطينا حياتك لو شفتي في Section 1 حطينا كل الاتفاقات الدولية وكل التشريعات والقوانين وحطينا بريف عن كل قطاع موجود في القطاعات الاقتصادية في مصر ان انت نهاردة ازاي تشتغلي مع الحكومة ازاي تأسس الشركة ازاي تاخدي Tinder او منقصة ازاي تعملي الفلو اوب فخلناك بوابة الكترونية للقطاع الاستثماري وقطاع الاعمال ايه المرضود اللي حصل بعد كده احنا قسنا النجاح ده ازاي قسنا النجاح ده ان احنا بقى عندنا بما يعادل شهريا request بالجنة من بر مصر مستثمرين من بر مصر ويطلبوا مننا information عن حاجات معينة مثلا في قطاع الزراعي او قطاع الصناعي ويطلبوا شركات ان هما يتعاونوا معاها في نفس الclassification كنا الاول نبعث الكلام ده للغرفة التجارية ولكن ما كانش فيه متابعة واحنا الغرفة التجارية كانت موجودة عندنا في سنة 2014-2015 وقالغينا التعاقد معاها لعدم وجود طبعا فيه التزامات واجبات في تقديم الدياتا والبيانات هما طبعا ما عملوهاش لكن وزارة التجارة والصناعة هي راعت المشروع الرعاية فخرية اللي هو مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار النقطة التانية ان انت النهاردة عملتي حلقة الوصل تقديم المعلومة وان انت تربريزنت الدولة او القطاع الاستثماري برا انت نجحت فيه لما جينا عمالنا المؤتمر الاقتصادي لما روحت في نيويوركا وشارع الشيخ زايد في الامارات وغيره وغيره وعملتي البرموتينج والحملة القوية دي وبعد كده توقفتي قطاعتي صلة التواصل بيني كنتي كدولة وبين الاستثمار الخارجي وبين المستثمر على مدار العامين اللي فاتوا العامين اللي فاتوا بس هنلاقي المعلومات معظمها موجودة 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 هريب تقول ان هو بتاكد ان موجود في جميع الغرف التجارية الموجودة التجارية وموجود حتى على الانترنت وعلى السوشيال ميديا يعني احنا بنتمنى لو هو هدف من اهداف الدولة واولوية في الفترة اللي جاية احنا نقدر نجزد مستثمرين اجانب وعداد كبيرة من مستثمرين الاجانب لمصر نحنا نراعي كل النقاط اللي احنا كلمنا عنها النهاردة في الحرق انا بشكرك جدا لوجودك معايا لوجودك انا اتشرفت بيك وبالسلط ديور بشكرك لوجودك رئيس اللاجنة الاقتصادية بالجامعة المصرية للأمم المتحدة وسفير مفاوض الاتحاد العالمي لأصدقاء الأمم المتحدة بشكرك لوجودك معايا شكرا 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 شايدنا لسا مستمري معايا كوفقراتنا في نهارك سعيد بعد الفاصل لكي استمتع